الحمد لله نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد فيا إخواني الكرام أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيلا الله أكبر من همومنا الله أكبر من غمومنا الله أكبر من أحزاننا الله أكبر من كل ما يحيط بنا الله أكبر كبيرا وسبحانه هو الحميد المجيد نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره هو خالقنا ورازقنا ومدبر أمورنا إخواني الكرام سنقف وقفة يسيرة لكي نتذكر ونحن في هذه الأيام ابتداء من يوم العاشر منذ الحجة يوم النحر يبدأ وتبدأ الأضحية والذبح لله سبحانه وتعالى إلى ثالث أيام التشريق فمن اليوم إلى ثلاثة عشر ذي الحجة إلى أذان المغرب فإن الناس يذبحون لله سبحانه وتعالى ولو تأملنا في قصة الذبح لوجدنا أنها بدأت من زمن إبراهيم عليه السلام ونسك ومناسك ذي الحجة بدأت من زمن إبراهيم عليه السلام عندما أذن بالناس بالحجة فأتى الناس أفواجا من بقاع الأرض إبراهيم عليه السلام دع الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الولد فالله سبحانه وتعالى رزقه إسماعيل عليه السلام فقال إبراهيم كما ذكر الله سبحانه وتعالى في صورة الصفات وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ترك قومه وترك دياره متوجها بقلبه وفؤاده إلى الله فنحن عندما نعبد الله ونذبح لله فلابد أن نتذكر المعنى القلبي وتعظيمنا لله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فورا تأتي الإجابة فبشرناه بغلام حليم ليس فقط غلام أيضا من صفاته أنه حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني عندما بلغ معه السعي أي أنه بدأ يمشي ويركض ويلعب أمامه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك رأى إبراهيم عليه السلام في المنام ورؤية الأنبياء حق أنه يذبح ابنه فانظر ماذا ترى يسأل ابنه ماذا نفعل يا بني ماذا ترى ماذا قال الإبن المستسلمون لله سبحانه وتعالى قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين يا أبتي أطع الله سبحانه وتعالى ستجدوني من الصابرين على طاعة الله والمستسلمين لأمر الله سبحانه وتعالى فلما أسلم ليس هو فقط أسلم لله بل حتى إسماعيل أسلم لله سبحانه وتعالى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وهنا تأتي وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم إنك إنك ذلك نجزي المحسنين فنتعلم من هذه القصة أننا نستسلم لله نحن وأولادنا ونفدي أنفسنا لدين الإسلام ونضحي من أجل رفع راية الإسلام ومن أجل التقديم ومن أجل الأعمال الصالحة ونشر الخير في كل مكان فإبراهيم عليه السلام هو الوحيد الذي ورد عنه أنه يأتي بقلب سليم وردت هذه الصفة المركزية فيه وأنه مستسلم أمره لله سبحانه وتعالى فنسلم أمرنا لله ونطيع الله سبحانه وتعالى وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الحمد لله على توفيقه وإحسانه الحمد لله في الصراء والضراء إن أعطانا نشكر وإن ابتلانا نصبر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كبروا الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام واستشعروا عظمة هذه الأيام فإن الأعمال الصالحة لم تنتهي فها هي الأجور أمامكم في هذا اليوم وفي الأيام القادمة ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب عظموا شعائر الله سبحانه وتعالى وأريد أن أوصيكم أن تصلوا الأرحام أن تصلوا الأرحام في هذا اليوم خاصة وأن تنظروا في حال الفقراء والمساكين وأن تتصدقوا عليهم عندما تذبحون لله سبحانه وتعالى واستشعروا معنى تقربكم وذبحكم لله سبحانه وتعالى بقلوبكم قبل أن تذبحوا بأيديكم أنكم تذلون أنفسكم لله وأنكم تكسرون أنفسكم لله وأنكم عباد لله سبحانه وتعالى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وعافنا في من عافيت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت اللهم نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك اللهم نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك من شر ما استعاذ به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك من الخير عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم نعوذ بك من الشر آجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين